اليسار هو قبل ما يكون بنية اليسار هو واحد الفكرة واحد القيام واحد الاطروحة قد ندفع عليها قد نجره للمجتمع مع الاسف قد نقوله لماذا المجتمع تهو ماليا المشكل ماشي فينا بعدنا عندك الناس يغلطوا ويعتبروا ان المشكلة المغرب في اليسار دياله الناس ما معرفوش احتحنا احتحنا في واحد الجزء كبير مننا من تحليل المجتمع تغير واحد السرعة احنا ما تغيرناش او لما بغينا نتغيره اه ماذا مركبة اليسار للمتغيرات لا انا بغيت اليسار بالنسبة لي هو هتم التولات كاملين اليسار معمرو كان يسار ديال الاصطار اكاديمي معمر اليسار يكون يسار شعباوي وحتى لا كان شعباوي وربح مقاعد معمرو يكون يسار ينفد عنده مشروع مجتمعي واليوم يلا خذكم تقارنوا بين مكونات اليسار اجي نتكروع الاطروحات السياسية ديالكل واحدة انا متفق مع الاخت شرفيت في الموضوع ديال انه العالم اليوم عنده حاجة اليسار كانوا يسار ديال المنديال على الجوش ستجي ستجي اليوم تتشوفوا في المغرب انه اقوى البنيات السياسية الليبيرالية المغربية ولا تسوسيال ديموكراف هذا من جزء من هذا الفكاهة السياسية اللي كانت في المغرب الحزب البارح اللي تدافع البنكات وعلى الشركة الكبرى وتخفض لهم الضرائب اليوم لان الجائحة جات ولان البلاد غدلوا حد توجه اجتماعي جديد الناس ركبوه تاني على الموجه ديال ديال الاسوسيال ديموكراسي ديال الاشتراكية ماذا عنكم يا توقو عادي